القلوب القاسية إذا ما لعنت فإن باب التوفيق سيسد في وجهها وهذه مشكلة كبيرة لا مجال للخلاص منها الذين يريدون الالتصاق بفناء إمام زماننا الذين يريدون أن يوفقوا لخدمة إمام زماننا مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي الذين يريدون أن يتمثلوا بشيء من هذه المضامين هم بحاجة إلى التوفيق من دون التوفيق لن ينالوا شيئا مهما فعلوا ومهما قالوا علينا أن نقول الصدق وأن تكون نوايانا نظيفة وأن نعمل بإخلاص وأن نعمل بإخلاص بقدر ما نستطيع فنحن لسنا مثاليين ولسنا معصومين ولسنا كاملين سفاهتنا أكثر من حكمتنا هذا إن كان عندنا من حكمة وجهلنا أكثر من علمنا هذا إذا كان عندنا من علمه وضلالنا أكثر من هدايتنا هذا إذا كان عندنا شيء من هدايته هذا هو واقعنا مساوئنا أكثر بكثير وبكثير وبكثير جدا من شيء قد يقال له محاسن السيئات تحيط بنا ظاهرا وباطنا بسبب نقائصنا سبيل نجاتنا هو التوفيق والتوفيق لا يمكن أن يصل إلى المواطن والمواضع الملعونة القلوب القاسية ليست بالضرورة أن تكون ملعونة لكنها في الأعم الأغلب ستكون ملعونة في آخر الأمر هناك من القلوب القاسية من ينالها التوفيق إذا ما صحت النية عند أصحابها للسير في النهج الصحيح في نهج محمد وآل محمد ولتطهير تلك القلوب من الحرام الذي حل فيها من حرام طعام العقول ومن حرام طعام البطول لن أطيل الكلام لكنني سأقرأ عليكم توقيعا من توقيعات الناحية المقدسة لازلت أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة ومن باب التوقيعات صفحة 549 توقيع خطير هذا الذي جاء من الناحية المقدسة من صاحب الأمر بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين المراد من الناس هنا شيعتهم إنما شيعتنا الناس وغيرهم غير الشيعة هكذا وصفوهم بالنسناس الناس شيعتنا بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما درهما درهما لقي مثله من أكل من مالنا من مال محمد وآل محمد درهما حراما الإمام يقول صاحب الأمر يقول لعنة الله والملائكة والنهس أجمعين الناس هنا شيعتهم من الأنبياء والأوصياء والأولياء ومن خاصة المؤمنين وعامتهم ممن يعدونهم في شيعتهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما الإمام لم يتحدث عن أن الآكل هذا هل هو قاصد لأكل الحرام أم لم يكن قاصدا النص واضح صريح وبين قد يقول قائل بحسب مقدمات عرفية فإن الفهم العرفية لهذا التوقيع يتعلق بالذين يكونون قاصدين لأكل الحرام وغاصبين لأموالهم هذا الاحتمال موجود أنا لا أنكر هذا الاحتمال ولكنني لا أميل إليه لأنني لا أفهم النص لوحده وإنما أفهم النصوص وفقا لقواعد التفهيم العلوي ووفقا لمعاريض كلامهم وأجمع الحقائق في لوحة واحدة متكاملة إذا ما صبرتم علي حتى أكمل لكم هذه اللوحة ستعرفون صحة مقصدي ودقة كلامي بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا درهما حراما مطلق الأكل أكان قاصدا لأكل الحرام أم لم يكن قاصدا أنا لا أقصد أن شيعيا مواليا لأهل البيت ومن دون علمه أكل من مال محمد وآل محمد وهو لا يقصد شيئا أنا لا أقصد هؤلاء وإنما أتحدث عن المراجع الذين يأخذون الأخماس ويأخذون الأموال على أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يملكون دليلا على أنهم نواب له وحتى إذا كانوا نوابا فإن الإمام لم ينصبهم ولم يجعلهم نوابا عنه في استلام الأموال وفي التصرف فيها بحسب ما يريدون والذين يأخذون هذه الأموال من تلامذتهم ومن وخلائهم ويتصرفون فيها هم يعرفون أن هذه الأموال ليس هناك من دليل عند المراجع في قضية التصرف فيها على الإطلاق فهؤلاء يملكون علما تفصيليا يملكون علما إجماليا ومع ذلك يتقاتلون على هذه الأخماس إنني أتحدث عن هؤلاء لا أتحدث عن شيعي أكل شيئا من أموال محمد وآل محمد لكنه لا علم له بذلك فهذا التوقيع ليس ناظرا إلى هذا الشيعي التوقيع ناظرا لأمثال هؤلاء الذين يملكون علما إجماليا أو يملكون علما تفصيليا في أن المراجع لا يحق لهم أن يتصرف بهذه الأموال والدليل على ذلك أنهم لا يملكون دليلا على حقهم في التصرف بهذه الأموال وليس هناك من دليل يجب على الشيعة أن يدفع الأموال إلى المراجع وإذا كان الكلام غير ذلك فليبرز لنا الأدلة وليبرز لنا أحاديث أهل البيت في ذلك وحق الحسين لا يملكون حرفا واحدا لو أنهم يملكون حرفا واحدا بهذا الخصوص لعلقوه على رأس كل شارع وعلقوه على رأس كل زقاق في كل مكان يقطن فيه شيعي في كل أنحاء العالم لا يملكون حرفا واحدا أنا أتحدهم عبر الأقمار الصناعية أتحدى مراجع النجف جميعا وأتحدى من منهم موجود الآن في لندن أتحدهم جميعا هناك من مراجع النجف من هو موجود الآن في لندن أتحدى الجميع من هم في النجف ومن هم في كربلاء ومن هم في قوم أتحدى الجميع أن يأتوا برواية واحدة عن المعصومين بتوقيع عن إمام زماننا يلزم الشيعة زمان الغيبة أن يدفع الأخماس للمراجع وتحداهم أن يأتوا برواية واحدة من الأئمة أو بتوقيع من صاحب الزمان يعطي المراجع الأهلية والصلاحية في استلام الأموال من الشيعة وفي التصرف فيها كما يريدون وحق شرف الزهراء لا وجود لذلك وأتحداهم أن يأتوا بحرف واحد ولو جاءوا بحرف واحد فإنني سأكون لهم عبدا إلى آخر حياتي هؤلاء لصوص وسراق يضحكون عليكم وهذا التوقيع ينطبق عليهم تمام الانطباق بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الناس هنا شعتهم من الأنبياء وغير الأنبياء لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا جرهما حراما وهذه هي لعنة من صاحب الزمان في نفس الوقت فلعنة صاحب الزمان صاغها بهذه الطريقة بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من أكل من مالنا من مال محمد وآل محمد درهما حراما توقيع آخر في المصدر نفسه في باب التوقيعات صفحة خمسمية أو سبعة وأربعين جواب على سؤال سائل من الشيعة وجهه إلى الناحية المقدسة ووصل إلى إمام زماننا عبر السفراء عبر الوكلاء عبر رجال الغيبة هذا السائل يسأل عن ضياع ضياع بساتين عقارات مزارع يسأل عن ضياع هي لإمام زماننا فيقول هل أستطيع أن أتصرف فيها لمنفعة الضياع أما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها أداء الخراج للدولة إنها ضريبة الخراج التي تدفع للدولة هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر أن تنفق في موارد الخير وتقربا إلينا احتسابا للأجر وتقربا إلينا السائل هكذا يسأل بساتين مزارع حقول عقارات أراضي يقول هل يحق لي أن أعمرها إما بالبناء بالزراعة بأي شأن من شؤون الإعمار هل يحق لي أن أعمرها وما يخرج من الأرباح أؤدي الخراج لدفع شر الدولة إنه يتحدث عن الدولة العباسية وأن أنفق ما بقي من المال بعد العمارة وبعد الخراج أن أنفقها في موارد الخير احتسابا للأجر وتقربا وتقربا لإمام زماننا وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر وتقربا إلينا تقربا إلى صاحب الأمر الإمام هكذا يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا على أي أساس حتى لو كنت تريد إعمارها لا يحق لك أن تعمر أرض شخص أو عقار شخص من دون إذنه فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصل سعيرا هذه هي القلوب القاسية التي أصحابها يطعمون عقولهم طعاما حراما ويطعمون بطونهم طعاما حراما طعاما جهنميا فإنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا أعيد قراءة التوقيع عليكم هذه توقيعات صحب الأمر وأنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة والده من رجال الغيبة وهو ولد في زمان الغيبة وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها وأداء الخراج منها وصرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للآجر وتقربا إلينا الإمام هكذا يقول فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئا من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه حتى لو كانت الأخماس هي أموال صاحب الزمان التي أمر الشيعة بأن يقدموها للمراجع حتى لو كان الأمر هكذا مثل ما يكذب مراجع الشيعة علينا فهل أذن لهم أن يصرف هذه الأموال في شؤون إعلاء مرجعيتهم وبسط سلطتهم على الناس فهل أذن لهم أن يصرف هذه الأموال على طلاب العلم في الحوزة في أي مكان هذا هذا إذا سلمنا أن الأخماس هي كما يقولون أموال صاحب الزمان عند الشيعة والمراجع نواب لصاحب الزمان وهو الذي أمرهم أن يأخذ هذه الأموال من الشيعة وأن يتصرف فيها يجب عليهم أن يتصرف فيها بحسب ما هو يريد فأين أخبرهم بإرادته وبطريقة صرف الأموال ومتى أجاز لهم أن يصرف الأموال لطلاب الحوزة في أي مكان ومتى أجاز لهم أن ينفق الأموال لإعلاء مرجعيته ومتى أجاز لهم أن ينفق الأموال لشراء ذمم شيوخ العشائر مثل ما يفعل السيستاني الآن وشيوخ العشائر يسمعونني الذين اشتريت ذممهم من قبل محمد رضا السيستاني والذين شريت ذممهم من السياسيين أو من أصحاب المواكب والهيئات من قبل محمد رضا السيستاني بأمر من أبيه تمهيداً لمرجعية محمد رضا السيستاني من أين جاءوا بالنصوص وبالأدلة التي تسمح لهم بذلك هذا إذا سلمنا بالمقدمة التي أشرت إليها وما هي بمقدمة صحيحة فلا يحل لأحد أن يتصرف من مال غيره بغير إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا من فعل شيئاً من ذلك من غير أمرنا فقد استحل منا ما حرم عليه ومن أكل من أموالنا شيئاً نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله الطامة الكبرى في ما ورد عن إمام زماننا بخصوص هذا الأمر في توقيع إسحاق بن يعقوب وهو أهم توقيع في هذا الشأن وقت الحلقة انتهى لكنني سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وأكمل الحديثة في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى هكذا جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران مباشرة بعد هذه الجملة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث مباشرة بعد جملة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران مباشرة صاحب الأمر هذا التوقيع وصل إلى السفير الثاني بخط يد الحجة بن الحسن بخط يده صلوات الله عليه مباشرة بعد الجملة السابقة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث هذا هو نفس التوقيع الذي يضحكون عليكم بما جاء فيه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم التوقيع لا يقبلونه ولكنهم يأخذون هذا الصدر كي يضحكوا به عليكم وإذا قبلوا التوقيع فلماذا يقبلون هذه الفقرة ولا يقبلون بقية الكلام ما هي الرسالة واحدة وكل الرسالة مكتوبة بخط الإمام الحجة هكذا وصلت إلى السفير الثاني وأنا أقرأها عليكم من مصدرها الأصلي من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق أعود إلى هذه الجملة وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران استحله هو يعلم هذه الأموال أموال صاحب الزمان لكنه يستحلها من دون أن يأذن له الإمام المتلبسون متلبس يعني ما هو بصاحب المال وله في مقام قد أحل له الإمام وإنما تلبس الموضوع تلبسا كما تقمص أبو بكر الخلافة تقمصا أما والله كما يقول أمير المؤمنين في خطبته الشخشقية أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة تقمصها جعلها قميصا فالقميص ما هو بجزء من الإنسان وإنما هو شيء خارج عن كينونة الإنسان شيء يلبس يتقمص أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهؤلاء أما والله لقد تلبسوا بها وأما المتلبسون بأموالنا تلبسوا بها فاللباس ما هو بجزء من الإنسان هو شيء طارع عارض كالقميص الذي تقمص الخلافة نزلت عليه اللعنة وحل عليه الغضب والذين آزروه كذلك والذين بايعوه كذلك الذين تلبسوا بأموالنا حلت عليهم اللعنة مر الحديث عن اللعنة قبل قليل في التوقعات التي قرأتها عليكم والذين دفعوا لهم الأموال وساعدوهم في تلبسهم هذا أيضا ستحل عليهم اللعنة والغضب ما هي الصيغ هي الصيغ والتعابير هي التعابير هناك تقمص وهنا تلبس وفي التقمص هناك من تقمص وهناك من ساعده وفي التلبس هناك من تلبس وهناك من ساعده والأمران كلاهما في مخالفة محمد وآل محمد فذاك تقمص مخالفا لعلي وهذا تلبس مخالفا للحجة ابن الحسن وذاك له شيعة وهذا له شيعة ذاك خليفة قال إني نائب عن رسول الله وهذا مرجع قال إني نائب عن الحجة ابن الحسن وذاك الخليفة له شيعة وهذا المرجع له شيعة القضية هي هي الحكاية خطيرة فهؤلاء الذين يأخذون وصول القبض من المراجع لدفعهم الأخماس ويوصون أن تدفن معهم هؤلاء يأخذون وصول قبض اللعنة سيتضح هذا الأمر في حلقة يوم غاد كارثة كارثة كبيرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا